اشتركوا في القناة استمر من جانب الدولة المصرية لتطوير كافة المناطق الاثرية والسياحية الموجودة وايضا في اطار كثير من المقاومات السياحية التي تتمتع بها الدولة المصرية على مختلف المستويات في الحياة سواء كانت سياحة اثرية شاطئية ثقافية دينية وغيرها من الامور التي تم على ارض الوقع والطفرة التي احنا اشهدنا او تشدها الدولة في الحياة في الفترة الاخيرة في هذا المكان عندنا موضوع اخر وهو موضوع متعلق ببرنامج تكافل او مبادرة تكافل وكرامة ودعم نقضي لحوالي 3 مليون و800 ألف اسرة بنحو مليار ونصف المليار جنيه وده طبعا بيأتي في اطار اهتمام الدولة بالنحية الاجتماعية والمبادرات الاجتماعية في هذه المبادرة وهي مبادرة في الحقيقة يعني مكتملة الاركان بتهدف الى رفع المستوى المعيشي للأسر الاكثر فقرا والاكثر احتياجا ايضا وتغديم يد العون لهم على كافة المستويات عندنا كمان فقراتنا الثبتة اللي احنا متعودين عليها دايما في هذا الصباح قراءة في صاحبة الجلالة واهم الموضوعات اللي بطلعنا بها الصحف المصرية الصدرة صباح اليوم عندنا كمان فقرتنا الاقتصادية وفقرتنا الرياضية وجولة متنوعة من الاخبار والتقارير المختلفة سواء على الصعيد المحلي او العربي والدولي ودي اللي هنبدأ بيها مع حضراتكم بعد هذا الفصل مرحبا بكم مرة تانية ونبدأ معكم هذه الفقرة المتنوعة من الاخبار والتقارير المختلفة وبالطبع نتكلم عن حالة القلق اللي بتكتاح دول العالم بسبب المتحول الجديد لفيروس كورونا اوميكرون وهناك يعني عديد من الدول اتخذت كثير من الاجراءات بالطبع لمواجهة هذا الامر ايضا جمع التعين شمس يعني قالت ان هناك ابحاث بتتم على قدم وصاق بمعامل الجمعات المصرية ومنها الجمعة لرصد التطورات الجديدة الخاصة بمتحول كورونا الجديد اوميكرون ايضا ده جاء خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية وخلنا نشوف مع حضراتكم تفاصيل اكتر في سياق هذا التقرير خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للجمعية العلمية للشعب الهوائية تم الكشف عن المتحور الجديد لفيروس كورونا فيما يسمى بنيو ماكرون الذي اصبح يمثل هاجس للعالم اجمع في كيفية التعرف على الاعراض الجديدة والتشخيص وترك العلاج والابحاث التي تجرى على مدار الساعة للتعرف عليه كل من يلجأ ليعمل بي سي آر او تحليل الجيني في جامعة ان شامس هنعمله التحليل الجيني المنفصل اللي بيقولنا عفيه اوميكرون ولا لا والحقيقة قررنا هنعملها لمدة شهر من يوم السبت اللي فات لمدة شهر في جامعة ان شامس لكل من يحتاج ان يعمل تحليل بي سي آر وهنمشي في الابحاث ونأمل يكون ابحاث بحث متعدد المراكز كمان ان شاء الله يعني خش مع جماعات اخرى علشان نقدر نتيح المعلومات لاجهزة الدولة كلها وصل لنا ولا لا ميكرون واذا كان وصل لنا وصل لنا بعداد قد ايه وخلافه كما تم تطرق لاهمية التطايمات لمواجهة فيروس كورونا ومنها المتحور الجديد ومدى تأثيره باللقاح والتأك اعراضه خفيفة جدا حالات كتير منها مش عنيفة خالص بالعكس معظمها حالات بسيطة بعض العلامات الخاصة او اللي كانت مميزة جدا لكورونا زي فقدان حاسة الشام مش موجودة في معظم الحالات اللي اتفصل منها الاو مايكرون التطعيم ما زال بيأثر عليه ما فيش كلام انه ما بيتجيبش للتطعيمات الموجودة لا بتأثر برضو عليه يلوحظ ان هذا التحور الاخير تم في الاعمار السنية الصغيرة السن والتي لم تطاعم يعني دليل على ان برضو حتى الان تطعيم يغطي كافة التحورات اللي موجودة حاليا بما فيه التحور الاخير اللي ظهر في جنوب افريقيا الحد الوقت ما عم فيش معلومات كافية بس دراسات قايمة على قدم وصاق مش عايزين الناس تقلق ومش عايزين الناس تفزح بالذات ان النهاردة وزيرة الصحة الافريقية في جنوب افريقيا قالت ان اغلب من لم يكن معظم الحالات كانت حالات خفيفة وتم علاجها منزلي طيب حال الانصال هتؤثر ام لا تؤثر برضو سؤال سابق اللي جابت المؤتمر تطرق الى البرتكولات العلاجية والتشخصية الجديدة للامراض الصدرية والشعب الهوائية العلاجات التداخلية في علاج مثلا الاورام عن طريق المناظير بالليزر او بالكاية او بالتبريد الاتجاه دلوقتي بقى فيه علاجات الحساسية بالادوية اللي هي البيولوجية المكلفة لكن في نفس الوقت بتدي نتائج هيلة بنتكلم فكل ما هو حديث في المضادات الحيوية بالنسبة للتابات البكترية او الفيروسية في مجال حتى الكورونا رسالة طمأنينة محفوفة بعدد من التعذيرات من قبل الطباء المؤتمر لمواجهة التحورات الجديدة لفيروس كورونا اهمها التطعيم والاجرات الاحترازية باتبالها خط الدفاع الاول للمواجهة محمد حلمي النيل منظمة الصحة العالمية من جانبها ناشدت بضرورة تطبيق الدول نهجا مجفوعا بالادلة ومستندا الى المخاطر لدى تنفيذ اي اجراء سفر متعلق بالمتحور الجديد اوميكرون مشيرة ايضا الى ان الحظر الشامل لن يمنع انتشار هذا المتحور الجديد خلنا نشوف مزيد من تفاصيل وهذه التصريحات لمنظمة الصحة العالمية في هذا التقرير من تصارع عشرات الدول الى تطبيق الحظر الشامل لمنع انتشار متحور اوميكرو دعت منظمة الصحة العالمية الى ضرورة تطبيق الدول خطة بديلة لدى تنفيذ اي اجراءات سفر متعلقة بالمتحور اوميكرو مشيرة الى ان تطبيق الحظر الشامل لا يحد من انتشار المتحورة منظمة الصحة العالمية قالت في احدث ارشاداتها بشأن سفر خارج البلد ان الاجراءات المقاررة تطبيقها ربما تشمل فحص المسافرين قبيل السفر او لدى وصولهم واستخدام الفحوصات الخاصة بكورونا او اخضاع المسافرين الدوليين لحجر صحي بعد تقييم دقيق للمخاطر مضيفة ان حظر السفر الشامل لن يمنع الانتشار دوليا ويضع عبءا ثقيلا على الحياة وسبل العيش وقالت المنظمة في باين لها انه يجب على الاشخاص الذين تزيد اعمارهم على ستين عاما ولا يتمتعون بصحة جيدة او المصابين بامراض مزمنة تأجيل سفرهم تفادية للاصابة بالعدوى المنظمة اضافت ايضا ان حظر السفر الشامل لن يمنع انتشار المرض بشكل عالمي بل يضع عبءا ثقيلا على الارواح وسبل العيش كما يمكن ان تؤثر سلبا على الجهود الصحية العالمية وحثت جميع الدول التأكد من مراجعة التدابير وتحديثها بانتظام عند توفر ادلة جديدة على الخصائص الوبائية والسريرية لوباء اوميكرو واختتمت المنظمة بيانها بتجديد دعوة بضرورة الحصول على التطعيم والالتزام بصحة العامة والتدابير الاحترازية في جميع الاوقات بما في ذلك استخدام اقناعة مناسبة مع اعترام التباعد الجسدي واتباع اداب التنفس الجيدة وتجنب الاماكن المزدحمة وسوء التهوية نظامت جامعة عين شمس ندوى بعنوان الولاء والانتماء لوحب الوطن بحضور الفنان القدير محمد صبحي حيث در حوار بينه وبين طلاب الجميع لرفع الوعي باهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء داخل المجتمع المصري وذلك على هامش الموسم الثقافي للجميع وكمان معنا تأريرا نتعرف منه على مزيد من التفاصيل حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس لتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن من خلال ندوة استضافت فيها الجامعة الفنان القدير محمد صبحي وذلك في إطار الموسم الثقافي للجامعة شرفت بأننا بدعوة من جامعة عين شمس علشان ألقي ندوة اللي الدولة بتسعى أنها تحقق أو في مصارها أن تبني إنسان يحافظ على هذا الوطن ليس فقط علميا ولكن ثقافيا الأستاذ محمد صبحي على مدار مصرحياته ومسلسلاته لو حضراتكم تبعته كل مصرحية وكل مسلسل كل حلقة بتدي قيمة هادفة وهو ده اللي احنا بنحاول أن نوصل للولاد تنوالت الندوة العديد من المحاور والتي جاء من ضمنها التعريف بالمخططات التي تحاكم الأوطان ودور الشباب في الحفاظ على الوطن ومقدراته من لا ينتمي لله لا ولاء له للوطن أو لأسرته أو لنفسه دايما نقول أن الطفل خمس سنين بعد عشرين سنة يا يهدي أمة يا يهدي الأمة هو الندوات دي بتفيدنا في اللي احنا بنعرف من خلالها الصورات اللي عدتها علينا ونقدر نزين كل شخص فينا يقوم بدوره بالمسؤولية اللي عليه كل طالب في الاختصاص بتاعه لازم يبقى عنده انتماء وولاء للوطن بتاعه وأنه هو يحاول يقدي ويحاول يدي بأعلى صورة وبأعلى جهد عنده عشان ده اللي بيظهر الانتماء والوطن وده اللي بيظهر حب الوطن الانتماء والولاء بتاعنا بناءا عن نحنا نعرف بلدنا أكتر نعرف الحاجات اللي بتهدد بلدنا أكتر عشان نقدر ندافع عنها في المستقبل بلدنا محتاجة الشاب أكتر بشراء وبنات سواء ولاد كل واحد فينا لي دور كل واحد فينا هيبقى لي مكان في المستقبل أكبر وأكبر هذا وتأت الندوة ضمن حملات التوعية في إطار الدور المجتمعي والتوعوي للجامعة والتي تعد واحدة من مؤسسات المجتمع التي تقوم بدور فاعل في تنفيذ برامج مختلفة لتنمية الوعي والفكر للشباب تفعيلا لدور ثقافة في نشر الوعي والفكر لطلاب الجامعات المصرية والعمل على إسرائه وتحسينه جاءت هذه الندوة للفنان القدير محمد صفحي لطلاب جامعة عن شمس لتكون بمثابة منبر لنشر الثقافة والمعرفة ومحاربة الأفكار الهدامة والعمل على تعزيز روح الولاء والانتماء وحب الوطن للطلاب من جامعتين شمس أحمد سعد الدين أمير نروح مع حضرتكم لموضوع آخر وفي دمشق تحديدا بتاع متسوقون يزورون سوقا لمنتجات عيد الميلاد شوكولاتها ومنتجات مصنوعة يدويا من إنتاج شباب وشبات مولودون بمتلازمة دون وعن صنع يديها بتحكي رغض الفران بسعادة أنها تشتغل وتقوم بعمل هذه الشوكولاتة وبعد أشهر من التدريب والممارسة عرض ما يقرب من ستين طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة نتاج عملهم في السوق اللي بتنظم إحدى منظمات المجتمع الدولي تقول والدة رغضة أن تلك الأنشطة لها تأثير إيجابي بالطبع على ابنتها وهذه المنظمة اللي بتنظم هذا السوق بتأسست في سوريا عام 1995 وهذا السوق أيضا يقام سنويا لعرض هذه المنتجات على رغم من التحديات وفقدان ما يقارب ستين في المئة من التبرعات بتأمل رئيسة المنظمة أن يكتزب السوق التمويل الضروري ويقدم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وإحنا شايفين مع حضركم بعضا من هذه الصور من دمشق للأراضي الفلسطينية ومن ورشة صغيرة لمكتب بيئي حكومي في الضفة الغربية المحتلة كرس الرجل سنواته العشر الماضية لتحويل نفيات الشوارع إلى ألعاب وأثاث وأشياء أخرى كمان أيمن عبد الربو اللي بيعمل كإخصائي عادة تدوير في سلطة جودة البيئة التابعة للحكومة الفلسطينية ملأ مكاتب السلطة في نبلس بهذه العناصر المعاد تدويرها بحسب عبد الربو فإن جميع المواد مصنوعة من القمامة اللي تم جمعها بالقرب من منطقة نبلس وبيقوم عبد الربو بانتظام بنقل أعمال اليدوية إلى المدارس كجزء من مبادرة شخصيته لتعزيز منهج العمل في إدارة النفايات بيقول عبد الربو أنه لطالما عانت الضفة الغربية من نقص البنية التحتية لإدارة النفايات وفقا لتقرير صدر عام 2018 عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنتج الأسرة الفلسطينية في الضفة الغربية حوالي 3 كيلو جرام من النفايات يوميا وأن أكتر من 90% من العائلات بتلقي هذه النفايات في أقرب حاوية معدنية بيعتقد عبد الربو أن سبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو زيادة الوعي بين الشباب الفلسطيني كمان بيقول أن طموحه المستقبري هو أن يكون لكل متحف في الضفة الغربية حديقته المعاد تدويرها مثل حديقته الخاصة من ضمن أخبارنا أيضا من المقرر أن يظهر وجه ساعة بيكبين من الغطاء المكون من الصقالات الذي يغلفه في الوقت الذي ستؤدي فيه أشهر ساعة في العالم أهم دور سنوي بالنسبة لها وهو الرمين في بداية العام الجديد للألاف شوارع لندن والملايين الذين يشاهدونها على شاشات التلفزيون كانت ساعة البرجي الخاص بغرفتي البرلمان البريطاني قد تم إخفاؤها لمدة ثلاث سنوات ونصف بينما قام مئات من الحرفيين بإصلاح عمل البناء استبدال الأعمال المعدنية وإعادة دهان وتجديد واستبدال الزينة الزهبية في أكبر عملية إعادة تجديد منذ بناء ساعة بيكبين في عام 1859 مدير المشروع قال أن إزالة الصقالات كان منعطفا ضخما في عملية إعادة التجديد اللي بلغت تكلفتها 107 مليون دولار وكان فريق البناء قد بدأ في 22 من شهر نوفمبر الجاري عملية تفكيك الصقالات وهي مهمة سوف تستغرق شهورا بحلول العام الجديد فإن الجمهور سوف يرى وجه الساعة مع إزالة معظم الصقالات من على وجهة المبنى ويتضمن العمل استبدال جميع الواح وجوه الساعة باستخدام زجاج لانتقال كما تم إعادة ديان الأياد والأرقام وغيرها من التفاصيل باللون الأزرق البراق بدلا من الأسود والذي كان مألوفا لوقت طويل بالنسبة لسكان لندن إلى بيرلين حيث ينظم المتحف أو متحف الفن المعاصر في هذه المدينة معرضا كبيرا لأعمال من مجموعاته للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لافتتاح لكن لا ينبغي أن يتوقع الجمهور طرفيها وألوانا براقة وهروبا من الوباء والأزمة العالمية حيث أن هذا المعرض بيغوص مباشرة في ضعف الوجود الإنساني والعنف اليومي تتمتع القاعة الرئيسية لدى المتحف في بيرلين بمساحة مهيبة حيث كان المبنى في الأصل محطة قطارات وتم تحويله لمتحف في عام 1996 ما زالت القاعة تبدو وتعطي شعورا كأنها مكان للانتقال والحركة للاحتفال بالذكرى افتتاح الخامسة والعشرين بيقيم المتحف عرضا بأعمال من مجموعاته الخاصة ومجموعة لمركز الفنون في بيرلين لكن على عكس المعرض الأخرى في القاعة الكبرى فهذا المعرض ليس ملونا ولا مسليا فهو بالفعل معرض جدي ليعكس جدية الأوقات الحالية فالأزمة الأحدث وهي وباء كورونا تؤثر مرة أخرى على ألمانيا حاليا كانت ألمانيا قد أغلقت تقريبا جميع الرحلات الجوية من الأجزاء الجنوبية لإفريقيا بسبب المخاوف بشأن أحدث نسخة متحورة للفيروس خبر آخر من الهند حيث قام رجل أعمال الهندي ببناء نسخة طبق الأصل مصغرة من تاج محل الشهير كمنزل لزوجته تم بناء المنزل في مدينة برهانبور في ولاية ماديا براديش بوسط الهند وقد تكلف المنزل حوالي 260 ألف دولار استغرق بناءه نحو ثلاث سنين بيتكون المنزل من غرفتين نوم رئيسيتين طاقعان في طبيقين منفصلين كما يوجد به مكتبة غرفة لتأمل إضافة إلى غرفة للرسم بأعمدة رخمية ودرج منحنة وصقف مذهب يذكر أن تاج محله وضريح من القرن السبعتاشر في مدينة أغرى بناه الإمبراطور المغولي شاه جهان تغريدا لذكرى مملكته أو ملكته التي توفيت أثناء ولادة طفلها الرابع عشر ويعد النصب الرخامي المذهل المشهور بأعمال الشبكية المعقدة أحد أكبر مناطق الجذب السياحي في الهند وقبل الوباء كان بيكتزب ما يصل إلى سبعين ألف شخص كل يوم تحفة فنية في الحياة طيب قلنا نروح للسنغال وعلى شاطئ يمره ضوء القمر في غرب البلاد صرت أكثر من 140 سلحفاء صغيرة بصخب وهم متكلبين فوق بعضهم البعض مع استعدادهم للانطلاق والعدو سريعا من عشهم الرملي باتجاه المحيط الأطلنطي المتلال ينحني الحارس جبريل ديكات عند القفص المحمي الذي أحط باعشهم الصغير لحمايته من المفترسين على مدى أكثر من شهرين يقوم الحارس الذي يبلغ من العمر 50 عاما بدورية على هذا الشاطئ من 48 ل74 ليلة في الحام وهي متوسط دورة الحضانة للسلاحف الخضراء لتوجيه المفترسين بعيدا عن أعشاش السلاحف حتى يكون البيض جاهزا للفقص تقوم ألاف السلاحف بوضع بيضها على طول شواطئ غرب إفريقيا كل عام ولكن ليالك هذه أصبحت نادرة للغاية في قرية أو في إحدى القرى الوقية على شاطئ البحر حيث يعيش هذا الحارس أعقى الصيد المتزيد والسياحة وأعمال الإنشاء قيم ثلاثة وصائل من السلاحف في السنغال جميعها تظهر على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة من بناء أعشاشة على طول سواحلها في هذه المدينة ونكس الحفتان أو ثلاثة فقط تضعان ضيضهما كل عام الآن في هذه القرية اختلف الأمر عندما بدأ وباء كوفيد-19 حيث قامت خمس عشرة سلحفا ببناء أعشاشة على الشاطئ على الشاطئ في الموسم الماضي بزيادة عن اثنتين فقط من العام السابق أرجع أحد العاملين لدى المنظمة البحرية المحمية الفضل في هذا الارتفاع إلى القيود على التجمعات في حقبة كورونا واللي أوقفت الصيد المحلي والسياحة خلال موظم عام 2020 من ضمن أخبارنا أيضا أكد البحثون في كلية الطب جماعة استوني بروك في نيويورك أنه من المفيد اتباع نظام غذائي نباتي غني بالخضروات الورقية الداكنة خاصة وأنه يعمل على تخفيف أعراض الصداع النصفي المزمن يعاني أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم من الصداع النصفي والذي يتصف بأنه صداع من جانب واحد نابض يستمر من أربعة إلى اتنين وسبعين ساعة وغالبا ما يكون مصعوبا بحساسية للضوضاء والضوء قام البحثون في الدراسة الحالية بتبني الخضروات الورقية الخضراء النيئة أو المطبوخة يوميا وشرب عصير غني بالخضروات والحد من تناول الحبوب الكاملة والخضروات النشوية والزيوت والبروتون الحيواني خاصة منتجات الألبان واللحوم الحمراء عقب شهرين من اتباع النظام الغذائي لوحظ انخفاض في نوبات الصداع النصفي لدى المصابين لتصل إلى يوم واحد فقط في الشهر ليتوقف الصداع النصفي بعد ثلاثة أشهر تماما وقد توصل أيضا الباحثون إلى أن النظام الغذائي النباتي الكامل قد يوفر علاجا آمنا وفعالا ودائما للصداع النصفي المزمن آخر أخبرنا ما حضرتكم يعني إطلالة على أحوال الطقس وإلى ماذا تشير الخريطة الجوية المتوقعة حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتادل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء نهارا لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة أنحاء البلاد بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمطار ونصف المتر أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتادلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه سيكون من مترين إلى مترين ونصف المتر دي كانت مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المختلفة حول العالم بعد الوقفة الرياضية سنستكمل مع حضرتكم في قرات هذا الصباح موسيقى موسيقى موسيقى